ينضم إلينا من رمال الله اللواء محمد المصري خبير شؤون الأمنية والاستراتيجية اللواء محمد ما الذي يريد أن يفعلوا الاحتلال ببلدة حوارة؟ تحياتي لك أستاذ أحمد ولكافة المشاهديك الكرام حوارة أصبحت نقطة ضعف بالنسبة للفلسطينيين ولكنها أيضا نقطة قوة كبيرة جدا يعني بالرغم من حالة الظلم الذي يوقع على أهلنا في حوارة وجميعا نذكر حريق حوارة وكيف دعا بن جفير سابقا إلى حرق حوارة وسبوتريتش أيضا بنفس الوقت واليوم سبوتريتش يقول بشكل واضح بأن حوارة مثل تل لبيب واستمعنا لهذه الأصوات قبل حوالي 2005 حينما قالوا نتسريم مستوطنة كانت في قطاع غزة هي تل لبيب وانسحبت المستوطنة وأخليت أنا أعتقد بأن ما يرغب فيه دورة الاحتلال خاصة في منطقة حوارة وحوارة تقع في منتصف الطرق يعني تقاطع الطرق ما بين الشمال والجنوب ممكن أن تقطع كل تواصل الطرق ما بين مدنة الفلسطينية وقرانا المستوطنين وغلات المستوطنين يسكنين في تلك المنطقة دائما يشنوا هجمات على القرية وعلى محيطها وعلى مناطق أخرى مجاورة ويقطع الطرق وسببوا الإهانات وحرق البيوت وإطلاق النار كان اليوم وإعدام شاب فلسطيني من قبل المستوطن لذلك وهو طبعا برعاية الجيش دولة الاحتلال هذه حياة يعيشها الفلسطينيين حياة فيها نوع من الظلم والقتل اليومي ولكنها تزداد شراسة يعني يوما بعد يوم خاصة بالنقلات المستوطنين يريدين أن ينهو المعركة في الضفة الفلسطينية بحسمة كليا أنا أعتقد أن الظروف الآنية بالرغم من كل ما نسمعه في المنطقة من مشاريع سلام إلا أنه على قناعة تامة بينه فلسطيني هو أنه وصل في هذه المنطقة ويدافع عن أرضه وعرضه وأسراء ومصراء ولذلك أنه ما يحصل في حوارة لن يغير موقف الفلسطينيين من السعي الدائم والنضال الدائم من أجل الحرية والاستقلال وقيامة دولة الفلسطين المستقلة هؤلاء المستوطنين سيخرجوا من المكان يوما ما سيخرجوا من كل أرض فلسطين ولكن كيف يمكن أن يأتي في دهن أحد من المستوطنين أو حتى من الوزراء المتطرفين بأنه يمكن أن يمحو بلدة موجودة وبها سكان وبها حياء أن يمحو هذه البلدة ليعطيها للمستوطنين يعني هذه الروح والمنهجية والعقيد التي يتبح المتطرفين في دولة الاحتلال خاصة سمتريتش وبنقفير هذه الأحزاب الصهيونية يعني المتطرفة جدا ولا هي تشبه الدواعش لدينا في الإسلام وهم دواعش اليهود يريدون حرق المدن وطرب سكانها وإما الترحيل وهاقرة قال يعني بنقفير قبل فترة عليهم هناك سمتريتش قال في سياسة الواضحة الفلسطيني أمامه ثلاث خيارات إما أن يكون يعني عبدا يعمل هنا موجود ضمن دولة التولية الاحتلال أو يرحل أو يقتل وبالتالي لا يترك خيار للفلسطيني إلا الاستعداد المواجهة واستدامة هذه المواجهة أنا أعتقد أنه بلاد المستوطنين لديهم برنامج ومعنيين بتنفيذه بأقرب فرصة ممكنة ويعتقدوا هذه الفترة الزمنية سانحة خاصة ونحن نرى أنه السند القوي يعني ضهيرنا العربية تراجع للخلف ولا يأخذ المواقف الذي تعزز الموقف الفلسطيني ولكن أنا أعتقد بغد النظر مهما كانت من مشاريع سياسية في المنطقة إن كانت حسنة أو غير حسنة الفلسطيني سيبقى في صراعه مع الاحتلال بغد النظر إن لم يصل إلى قيام دولة فلسطينية المستقلة هذا الصراع مستدام أقل عزيز من سنة 1917 والفلسطيني يقدم الشهداء والجرحى والأسرة وبالتالي هذه المعركة طويلة لن تتهي لها في شهر ولا في شهرين ولكن رغم فرق القوة في المعدات أو لا يوجد وجه للمقارنة ولكن الجيش الاحتلال لا تكون بالنسبة له دخول حوار نزهة بل بالعكس يجد معاناة رغم كل ما يملكه ورغم فرق الإمكانيات الشاسع هذا هو الجديد والتطور النوعي أعتقد في الضفة الفلسطينية هناك تطور في أداء المقاومين والشباب المسلحين تطور في أداءهم وإمكانيات عملهم الاستخباري وحرصهم الشديد على أنفسهم ليس كما كانوا قبل ست شهور تقريبا تطوير معداتهم العسكرية تطوير عملية التفجيرات المتفجرات بالتحديد صناعة المتفجرات ورأينا بالأمس كيف كانت في طول كاريم والنور شمس بالتحديد دخلت قوات المستعربين وحوصلت في داخل المخيم وبالنفس الوقت كانت هناك تعزيزات أكثر من ستين آلية صحيح سقط لدينا شهداء بالأمس أربعة شهداء ولكنه خرج بخمسة جرحى ثلاثة منهم خاطرين أحدهم يمكن يكون توفى أو عمليات بتر لقدمين حسب مع طرفة إذاعة دولة الاحتلال لذلك القول أنه اليوم من الصعب مكان على أي جيش إن كان جيش الاحتلال أو مستوطني أو مستعربي أن يدخل أي مدينة أو قرية أو مقيم دود التصدي العنيف وهذا يدلل وحدة الميدان لدى الفلسطينيين وتماسكهم بالأمس كانت صورة جميلة جدا في المواجهة من خلال وحدة كافة الفصائل الموجودة اليوم رأينا في مسيرة الشهيد وهو شهيد لحركة فتح على فكرة في حوارة رفعت الإعلام الفلسطينية وليس الإعلام الحزبية كما رفعت بالأمس بمسيرات أو استعراض العسكر التي قدمت الجهاد في قطاع غزة بالأمس ولم ترفع علما يعني الحزبيا واحدا أنا أقصد الاستعراض الاستعراض العسكري كان علام فلسطيني هذا تطور بالفكر الفلسطيني بأن العلام الفلسطيني يرمز لكل الفلسطيني والعلام يوحدنا وليس الإعلام الفصائلية واليوم بالمسيرة الشهيد كانت واضحة حركة فتح تعمدت أن ترفع العلام فلسطيني وليس علام حركة فتح هنا نحن في مرحلة جديدة المواجهة لكل الفلسطيني المستهدف ويجب على الكل الفلسطيني أن يعرف أن هناك عدو واحد فقط هو الاحتلال ويجب كنس هذا الاحتلال بوحدتنا الداخلية وإنهاء كل الخلافات السياسية سريعا ستلوح يعني حوار لها وضع خاص لقربها من المستوطنات في الأوقات التي ليس بها اقتحامات كيف هي حياة هذه البلدة يعني أنا أمر من حوارة يمكن إسبوعيا تقريبا أو كل عشرة أيام أنا أرى أهل حوارة يعيشوا الحياة الطبيعية بغد النظر عن الإجراء لأنه تعودوا على هذه الحالة وطلعوا الحياة بأيديهم وبالتالي معنيين بالبقاء في الأرض وتمسكوا بمحلاتهم وبرزقهم وبالتالي التواصل الاجتماعي والدعم من القرى المحيطة والتضامن الشعبي مع حوارة وأعتقد أنه أهل حوارة أصبح لديهم يعني قناعة تامة بأنهم ركيزة الصراع في المنطقة خاصة في منطقة الوسط لذلك نقول أنه صحيح هناك فيه نوع من الضغط ضغط على بناء خاصة الأطفال الذين لا يعرفون النوم يعني بصراحة لأنه كل اللي فيه الدخول للمستوطنين واليوم زادت الطين بل ليس المستوطنين الجيش والمستعربين يدخلوا وينكلوا ويحرق البيوت ويقطعوا الطرقات ويمنعوا الفلسطين بالخروج بالشارع العام وكأنه منع تجول لذلك نقول أهل حوارة كأهل جنين كأهل نور شمس كأهل أيضا عقب الجبر في أريحة كرام الله كانت قبل قليل تدخلات في منطقة رابالله والبيضة وأعتقد أن المواجهات في كل الضفة الفلسطينية موجودة والصراع بشتد وأنا أعتقد أن المنطقة قابلة للتفجير ولذلك نحن مقبلين على مرحلة ستكون صعبة أكثر ولكن الفلسطيني مستعد يقدم التضحيات من أجل حصول على حريته لواء محمد المصري خبيري شؤون الأمنية والاستراتيجية من رمالله شكرا لك